اشتركوا في القناة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة حيث قدم سمو شيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى يده الله أفراد بعثة مملكة البحرين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصلاة وفنون القتال والتي أقيمت منافساتها في جمهورية تركومانستان مؤخرا برئاسة سمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة حيث حصدت المملكة ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية في ثلاث لعبات شاركت بها وقد هنأ جلالة الملك المفدى أبطال البحرين بهذا الإنجاز المشرف مشيدا جلالته بروح الإصرار والتحدي التي يتميز بها أبناء المملكة الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية واعتلاء منصات التتويج رافعين راية وطنهم عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية وأكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن ما تشهده الرياضة البحرينية من إنجازات متميزة وعديدة تحقق بتوفيق من الله تعالى وبعزيمة أبناء وبنات المملكة كما أشهد جلالة الملك المفدى يده الله بالعطاء المتواصل لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وجهود سموه الموفقة في خدمة الرياضة البحرينية من خلال تهيئة أفضل السبل والإمكانات أمام جميع الرياضيين مثنيا جلالته كذلك بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والمتابعة المستمرة من قبل سموه والتي أسهمت في إحراز المراكز المتقدمة في العديد من منافسات ألعاب القوى وفنون القتال المختلطة وأنوه جلالته بدور اللجنة الأولمبية البحرينية في وضع الخطط والبرامج التي تهدف للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية وكان لها بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات في المنافسات المختلفة مشيدا بجهود المجلس الأعلى لشباب والرياضة ووزارة شؤون شباب والرياضة في تحفيز وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة الفاعلة في مختلف الرياضات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفجأ حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نقف اليوم بين يدي جلالتكم لنتقدم بخالص معاني الشكر والامتنان على دعمكم اللامحدود لأبنائكم الرياضيين والذي كان له الأثر البارض في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية وعلى مختلف الأصعداء والمستويات وها نحن اليوم سيدي صاحب الجلالة نتشرف بلقائكم لنقدم لجلالتكم جمعا جديدا من أبنائكم الأبطال الرياضيين الذين شرفوا مملكة البحرين ورفعوا رايتها عالية خفاقة وغوفهم على منصات التتويج في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الأسيوية للصلاة وفنون القتال التي احتضلتها العاصمة الكومانية عشقاباد بمشاركة 64 دولة تمثل قارتي آسيا وأقيانوسيا سيدي صاحب الجلالة لقد حاصت اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة ابنكم البار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رفع شعار المشاركة من أجل المنافسة وبما أن هذه الدورة قائمة أساسا على رياضة فنون القتال فقد قرر مجلس الإدارة المشاركة فيها والتركيز على ألعاب فنون القتال واستطعناه لله الحمد والمنى ومن تحقيق إنجازات كبيرة في لعبة الجيجيسو والمصارع الحرة لتثبت قدرتنا التنافسية في هذه الألعاب ونبرز مكانتنا على الخارطة الأسيوية وهو ما يعد إنجازا مشرفا وضع البحرين في المرتبة الثالثة والعشرون على قائمة الميداليات والمرسبة الثانية بعد كوريا الجنوبية في حساب النسبة والتناصب بين عدد المشاركين وعدد الميداليات الذهبية لكل دولة من الدول المشاركة في الدولة متفوقين بذلك على عدد كبير من الدول التي تفوقنا تعدادا سكانيا وتفوقنا في تعداد مشاركيها في الدورة سيدي صاحب الجلالة إن هذا الإنجاز وكل ما سبقه من إنجازات رياضية ما كان لها أن تتحقق لو لا دعم جلالتكم السخي وتشجيعكم المتواصل لأبنائكم الرياضيين المتميزين وهذا ما يزيدنا إصرارا وعزيمة لمواصلة العطاء من أجل إعلاء راية الوطن في كل المحافل الرياضية كما أن توجيهات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان لها الأثر البالغ في هذه الإنجازات بفضل رعايته ومتابعتي واهتمامه الشخصي بشكل يومي وليوبوتين في هذه المناسبة التاريخية السعيدة أن أشير بكثير من الشكر والتغذية إلى سمو الشيخ فيصر بن راشد آل خليفة رئيس البحث البحرينية على ما قام به من تهدن كبير في متابعة تحضيرات الأبطال وتحفيزهم فكان سموه مثالا للقاعد الناجح والشكر موصول إلى جميع أعضاء البحث البحرينية الذين كانوا خير سفراء لبلدهم في هذا المحفل الرياضي الكبير سيدي صاحب الجلالة في ختام هذه الكلمة لا نجد إلا أن نكرر شكرنا وامتناننا العميقين لجلالتكم لاعين المولى عز وجل أن يمنع على جلالتكم بموفور للصحة والعافية وطول العمر ويسدد على طريق الخير خطاكم ويجعلكم ذخرا وسنلا لهذا الوطن الغالي عشتم وعاشت البحرين تحت غيالتكم في أمن وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد أعرب جلالته عن شكره وتقديره لما بذله الرياضيون في هذه البطولة وما يبذله إخوانهم وأخواتهم في الاتحادات البحرينية المختلفة وأن هذه الإنجازات المتواصلة تدل على التكامل في أداء المهام بنفس الطموح والثقة لرفع اسم البحرين عاليا وإن كل ميدالية يحققها أبناء وبنات البحرين هو إنجاز كبير لنا جميعا وقد أثبت أبناء البحرين أنه مع توفير الإمكانيات يستطيعون تحقيق التميز والإنجاز وتمنى جلالته للجميع الخير والسداد والاستمرار في رفع راية بلدهم بين دول العالم ما يدل على أن الشباب البحرينية يثبت كفاءته ويحقق الإنجاز وأضاف جلالته أننا نأمل منكم دائما تحقيق المزيد من الانتصارات بالجد والإصرار المستمر الذي تتميزون به والحفاظ على هذا التفوق والمستوى المتقدم وأن مكانة البحرين الرياضية أصبحت كبيرة جدا بين دول العالم المتحضر ونتطلع دائما للمزيد وأن المستقبل أمامكم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة